بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين جابت لكم طبخة للعزايم ولمناسبات تحطونها للعزايم أحلى أحلى طبق يلفت الأنظار وصحية وسهلة وسريعة والله مرة سريعة انخبروا عليها عندي أكلوها ألف ألف عافية مرة عجبتهم لا يغركم أشياء كثيرة فوقها كلها يعني الحلو فيها ممكن هالحشوة تعملونها قبل بيوم تحطونها في الثلاجة إذا عندكم ضيوف وثاني يوم بس تصخنونها الرز في وقته ينعمل وينرش بزعفران وأحلى واجبة تعرفون اللحم المفروم بسرعة يستوي يعني ما يبغالوا شيء ممكن تعملونها مفروم دجاج ممكن تعملون قطعة صغيرة لحمة مسروقة وتقلقلونها مع البصل يعني الخيارات لكم عندي أنا بطاطس في الثلاجة صغير بيبي قشرنا وسلقنا بعدين حطينا فيه ببريكة وملء وفلفل وقلينا يعني هذا مو مهم عشان كده ما حطيته لكم هذا البطاطس البيبي إذا حابين حيعطي زيادة طعمي جنن مو حابين مو ضروري الباذنجان والجزار يكفي ريحة الرزع عشان فيه زعفران والإبهارات روعة وجبة كاملة مكملة يعني مقلوبة بس مقلوبة 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 على الجهة الثانية كل أشياء المقلوبة فيها لكن بطريقة سهلة الباذنجان يطلع طعمه يجنن كذا مرة طعمه حلو الباذنجان والجزار وانتوا جربوا وأكيد إذا جربتوها حتعجبكم متأكدة يعني طبق فخم للتقديم وفي نفس الوقت مرة مرة سهل حطيت حوالين ور بس أبيض وأخطر عشان هو مليان ألوان ما نبغى ألوان هذا المقادير باذنجان مقطع جزار مقطع رز لحمة مفرومة بصل حمص مسلوق حق علب بقدونس نرشو عالواج بعدين لوز طويل وضعيف وفستق والبهارات ورمان للتنزيل حين الرمان في كل شي صاروا يدخلونه وهذا هي ما فيها ثوم هالطبخة اللي يحب يحط ثوم يحط يعني يصير بس هي كذا الرجل ضبع نغسل ونقع ونخليه على جنب هذي باقي المقادير الحين أوريكم كيف نقطع الباذنجان نقشره ونقطعه مكعبات ونقعه بموية ورشة ملع ورشة خل عشان ما يسود بس هذا الباذنجان نقطع طبعا الراس لأنه نحن نبغى نشيل القشر كامل ما نخلي عليه قشر أبدا سكينة صغيرة حادة انقشره تمام ما نخلي يعني مو أقلام لا كامل ما نبغى اللون الأسود معنى هو يعطي طعم بس يعني هذه الطبخة لا فيه طبخات ثانية قولكم خلوه اعملوها أقلا يعني نقطعها بالنص حسب الحجم إذا كانت مرة كبيرة يمكن ثلاثة هذي عشان صغيرة انتو شفت حجمها ها عملناها اثنين ونقطعها ما تكون المكعبات ترى مرة صغيرة لأنه لما نقليها راح تكيش مع القلي زي كذا نحطها مثل ما قلت لكم في مويا فيها رشة ملح ورشة خل عشان ما تسود خلصنا الحين من البادنجان نصخن الزيت تمام تمام ونقلي نقليه كامل يعني أحمر يكون لونه هنا احنا قللنا دفعة وشدناها الحين دفعة ثانية حطها قدامكم هذا قدر أدسهم حق القلي وسيء وكبير وغويب الزيت ما يطرطش برة ويشير في مية كبيرة لما يحمر تمام نرفعه على ورق نشاف نهز الملعقة شوية عشان ينزل الزيت الزايد الحين في قدر نحط مويا رشة ملح نحط الجازار مقطع كذا نخليه يسوي 5 دقائق 7 دقائق بعدين نشيل ونحطه في مصفاية نصاخن زيت في وعاء مقلاية عميقة أو قدر اللي تحبون الموجود بس يصخن تمام تمام نحط بصلتين مقطعين ناعم نقلبهم لما يتغير لونهم طبعا عشان البصل يعطينا طعم حلو للحشو نحط اللحمة المفرومة مثل ما قلت لكم إذا حابين تحطون لحمة صغيرة زي لحمة الكباب نسووا أنا أول كنت في ملعقتين أقلب اللحمة والله تبعت حلط طريقة مرة أسهل وأسرع هذه المهرسة البطاطس سرعة فكك لي اللحمة المفرومة يعني كل يوم راح تكتشف طريقة خلاصة الحين نقلب اللحمة لازم تنشف تمام تمام لأنه بعدين ما راح تنطبخ زيادة هي هذا الطبخ اللي حنزين فيها فعشان كده نتأكد إنها سوات اللحمة نحط الملح كركم فلفل أسود سبع بهارات كمون كذبرة هذه بهارات مخلوطة ممكن تحطون هيل وقرفة اللي تحبون يعني بس أبغالها شوية بهارات نقلبها الحين لما تتحمر اللحمة تمام البهارات نخليها شوية زايدة لأنه حنحط معاها الحمصة نحط الجزار وحنحط الباذنجان نبغاهم يتشربون من البهارات فإذا حطيتوا البهارات الحين قليلة يصير طعمهم ما صح فكثروا بهارات الحين نتأكد إنه اللحمة بدأت تتحمر عشان تعطينا شوية طعم حلو نحط الحمص مثل ما قلت لكم يحتاج بهارات من قلبه يتشرب شوية من هالبهارات والملح اللي حطيناه مع اللحمة وياخد طعم اللحمة بعد الحين نحط الجزار اللي مسلوق نص سلك يكون شوية يقرش شفتوا حسيت إنه نقصوا بهارات رشيت قرفة شوية رشيت فلفل أسود يبغالوا طعم نقلبهم حتى الجزار لأنه مسلوق تشرب من الطعم حق البهارات والملح طلع مرة طعم طيب بس موت خلونا ذايب خلو في قرشة صغيرة كده الجزار ما تسوقونه خلاص الحشوة عندي جاهزة غطيها خمس دقائق على النار تتشرب هنا الرز خمس أكواب رز حطيتهم سبع أكواب موية وملعقة ملح وقال بين زبدة يعني 200 قرام خليناهم لما نشفوا رشينا زعفران على الوجه زعفران آخر خمس دقائق عشان ما تروح ريحته طلع ريحته جنن غرفنا الرز ورشينا الحشوة اللي عملناها رشينا لوز محمر حمرناه لوز ضعيف طويل أرباع حمرناه بالزيت ورشيناه الفسق أرباع ما نحمره وخليني ورشينا هذا شايفين بذنجان البذنجان أسرع مقلوبة أسرع مقلوبة ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب كل يوم تعالوا عملوها سمتعوا فيها هذا البطاطس اختياري اللي حوالينها اللي يحب حط واللي ما يحب مضروري بس مرة نذيذة لما سلقناها وقليناها وألف عافية البطاطس مثل ما قلت لكم قطعتها سلقناها وقشرناها بعدين قليناها بعد ما تبلناها ومثل ما قلت لكم هنا أني حطيت حوالينها زرع سادة عشان هي فيها ألوان كثيرة فما نبغى نصير ألوان على ألوان يعني هذه نصيحة وأكيد لو حطيتوا حوالينها شيء ملأول هيطلع حلو يعني والله والله من ألذ الطبخات على بساطتها وعلى شكلها الله معاكم إن شاء الله كل يوم أسناكم كل يوم تعالوا